السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي ومع درس جديد من دروس الوطن العربية الرائعة ودرسنا هذه المرة هو درس من دروس النحو تحت عنوان أنواع الجموع الكلمة في اللغة العربية إذا أردنا أن نتحدث عن نوع من أنواعها وهو الإسم فالإسم ربما يكون مفردا ربما يكون مثنى ربما يكون جمعا المفرد يدل على واحد أو واحدة فأقول ولد بنت كتاب قلم كل هذه الكلمات تدل على شيء واحد أو واحدة فنسميه مفردا أما القسم الثاني وهو المثنى يدل على اثنين أو اثنتين اثنين أي مثنى لكنه مثنى مذكر مثل ولدان أو ولدين كتابان كتابين اثنتين يدل على مثنى أيضا لكنه مثنى مؤنث فأقول معلمتان معلمتين طبيبتان طبيبتين هذا هو المفرد وذاك هو المثنى فما القسم الثالث؟ القسم الثالث في أبناء هنا هو الجمع الجمع يدل على أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين عندما أقول مثلا معلمون أطباء مدارس كل هذه الكلمات تعبر عن الجمع تعالوا بنا لنتعرف الآن على أنواع هذا الجمع اتفقنا أننا عندما نتحدث عن أنواع الجمع هنا أننا نتحدث عن الاسم لا نتحدث عن الفعل هنا نحن الآن نتحدث عن الاسم للجمع في اللغة العربية يا أبنائي ثلاثة أنواع إما أن يكون جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو يكون جمع تكسير تعالوا لنتعرف على هذه الجموع واحدا واحدا النوع الأول من أنواع الجموع وهو جمع المذكر السالم انتبهوا معي إلى هذه الكلمات أخلوا مثلا مهندسون أو مهندسين معلمون معلمين فلاحون فلاحين ماذا لاحظتم في كل هذه الكلمات لعلكم لاحظتم أن الكلمة تنتهي بوا ونون أو ياء ونون والوا والنون أو الياء والنون هي زيادة على المفرد فكلمة مهندسون أصلها ومفردها مهندس معلمون أصلها معلم فلاحون مفردها فلاح فأنا هنا لتحويل الكلمة إلى جمع أضفتوا و ونون أو ياء ونون وهذا النوع من ألواع الجمع يا أبنائي هو الذي نسميه بجمع المذكر السالم هنا نضيف على المفرد المذكر و ونون أو ياء ونون لأي تتحول الكلمة من مفرد إلى جمع مذكر سالم وانتبهوا معي اتفقنا أنني أضيف على المفرد و ونون أو ياء ونون فالوا ونون والياء ونون مزيدتان زيادتان على الكلمة الأصلية انتبهوا مثلا لكلمة عيون هل هذه الكلمة يصلح أن أقول أنها جمع مذكر سالم؟ يا معلم إنها تنتهي بوا ونون لكن الوا ونون هذه هل هي أصلية أم زيادة على الكلمة؟ الكلمة مفردها عين فالنون أصلية وليست زيادة فهذه لا تعتبر أبدا جمع مذكر سالم كذلك الحال مع غصون مفردها غصن فالنون أصلية وليست زائدة لهذا لا أعتبرها جمع مذكر سالم نفس الكلام يا أبنائي مع كلمة ميادين كلمة ميادين ربما ينخضع واحد منا فيقول ميادين تنتهي بياء ونون لكن انتبه ميادين مفردها ميدان فالنون أصلية وليست زائدة فلا أعتبرها أبدا جمع مذكر سالم كذلك الحال مع شياطين مفردها شيطان فالنون أصلية مساكين مفردها مسكين فالنون أصلية ليمون الواو والنون أصليتان لذلك انتبهوا جدا عند استخراج جمع المذكر السالم أن الواو والنون يكونان زيادة لا أصلا في المفرد من جمع المذكر السالم إلى نوع آخر من أنواع الجموع وهو جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم يا أبنائي عندما أقول مثلا كلمة مهندسة مهندسة ما جمعها؟ أقول مهندسات طبيبة طبيبات معلمة معلمات ماذا تلاحظون في آخر هذه الكلمات أنها تنتهي بماذا بعد تحويلها إلى الجمع؟ تنتهي بألف وتاء معلمات مهندسات طبيبات وهكذا فجمع المؤنث السالم هو الذي يدل على الجمع بزيادة ألف وتاء على المفرد لذلك انتبهوا إلى هذه الكلمات ما رأيكم في كلمة أصوات وكلمة أوقات؟ هي كلمات تنتهي بألف وتاء يا معلم هل يمكن أن نقول أنها جمع مؤنث سالم؟ هل الألف والتاء مزيدتان أم أصليتان؟ أوقات مفردها وقت والتاء أصلية إذا لا يمكن أن نعتبرها جمع مؤنث سالم أصوات مفردها الصوت التاء أيضا أصلية وليست زائدة هذا هو جمع المذكر وذاك هو جمع المؤنث إلى النوع الثالث من أنواع الجموع وهو جمع التكسير جمع التكسير هو كل اسم يدل على الجمع عن طريق تكسير حروف المفرد لا ينتهي بوا ونون أو يأونون كما عرفنا في جمع المذكر السالم ولا ينتهي بألف وتاء كما عرفنا في جمع المؤنث السالم ليس له نهاية محددة فأقول مثلا كلمة شجرة جمعها أشجار كلمة شارع جمعها شوارع كلمة بيت جمعها بيوت فهذه الكلمات لتحويل مفردها إلى الجمع كأني قمت بتكسير المفرد فأدخلت حروفا داخل الكلمة في أولها أو وسطها أو آخرها لأحول الكلمة من المفرد إلى الجمع والآن يا أبنائي مع سؤال نسترجع به سويا أنواع الجموع التي درسناها الآن أنشاط يقول صنف الكلمات الآتية في الجذول معي مجموعة من الكلمات بعضها جمع مذكر سالم وبعضها جمع مؤنث سالم وبعضها جمع تكسير أولا كلمة العاملين العاملين تنتهي بياء ونون ومفردها العامل ولياء ونون زيادة إذن هذا جمع مذكر سالم كلمة الحدائق الحدائق هي كلمة تعبر عن الجمع لا تنتهي بوا ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء فهي جمع تكسير أحسنتم كلمة الكتب أيضا الكتب جمع تكسير كلمة المعلمات معلمي هذه تنتهي بألف وتاء مفردها معلمة إذن هذا جمع مؤنث سالم كلمة الصادقون مفردها الصادق زاد على نهاية الكلمة أو نهاية الاسم الواو والنون لتحول إلى الجمع فهي جمع مذكر سالم الشاكرات مفردها الشاكرة ينتهي بألف وتاء فهي جمع مؤنث سالم كذلك أيضا الممرضات جمع مؤنث سالم أما كلمة الموهوبون فهي تنتهي بوا ونون زيادة على المفرد الموهوب فهي جمع مذكر سالم وكلمة المدارس هي كلمة جمع أيضا لكنها جمع تكسير وكانت هذه إجاباتكم يا أبنائي وكلها صحيحة في نهاية أشكركم على حسن استماعكم وعلى وعد بلقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة